الجول الثالث اللي جابه لأهلي النهاردة وكهربا بس قبل ما نروح للجول الثالث يعني هقول حاجة وانت تكمل على الجول الثالث ياريت احساسك ايه مع الفرصة اللي ضيعها كهربا في الشوت الأول انا شخصيا استغربت انا قلت فيه وقائي قابطك في حد قابطك في الحارس انا شيت منه ايه اللي حصل يعني ايه اللي خلاه ياخد القرار بشكل فيه فرص زي دي بتضيع بالمناسبة فيه فرصات زي بتضيع وما بتضعش من كهربا بس بتضيع يعني عموما ليه تفتكر عملها بالطريقة دي وقول لي احساسك في اللحظة دي كنت حامل إزاي انا لما شفت اللي عادي الفيديو نفسه او الماتش سألت نفسي اكتر من سؤال انت ليه انت ليه ما روحتش رقصت ليه شطا بشمالك وليه شطا بشمالك وليه شطا من المكان ده اصلا انت لوحدك طبعكش حد بيدايقك فهو حيانا كده العيب بيطلع بقرارات الواحد وكده ممكن يكون خارج التركيز أو خارج موض الماتش التوتر ده بيحصل وعلى فكرة هو مشطهاش وحش قوي بس هي عارف انت كهربا برضا يعني يا كريم عدال وانا عدال كهربا يعني الراجل مثلا هتدفل مع مرسل كله طبعا متوضل جدا لا ما فيش خلاف المتوضل ووصل ل 15 مساهمة تهديفية في 16 ماتش لا ارقام كبيرة في رصيد يسمح له ان هو يضيع بس مش في المواجهات اللي زيديك يسمح هيا دي برافو عليك يعني احنا يعني بوش نتيجة هتوحد سفر اه وقال ان التراجي يتعادل اي بعد ما قلت انت راكب الماتش ممكن الامور ترجع للتراجي بس التراجي مزبت كان في حالة سيئة طيب بعد كهجاب الجوني الثالث هو بنفسه انت عارف قبل ما تنكلم عن الجوني الثالث في حاجة مهمة انا بحيي الكابتن محمد الشناوي وقصدت ان انا اقول كلمة كابتن لان النتيجة كانت 2-0 وكان فيه دار باركنية اللاعب استلامها الواحد وكان ممكن ان هو يسجل والنتيجة تبقى 2-1 محمد الشناوي والنتيجة 2-0 بكلم اللعيبة وزعق فيهم وقال لهم لسه الماتش مخلص الماتش التسعين دقيقة ما بتكلمش على المواجهة كلها بيقول لهم الماتش مخلص والراجل وجههم وكلمهم وبعدها ببداي قليلة الاهل يسجل الهدف الثالث صحيح في اخر الماتش كان فيه بعض من الاستهتار اوي اللي شفته على فكرة ده يعني لازم تدخل برافا ديك انا انا قلتها في الانترو تحديدا طهر محمد طهر وإحمد عبدالقادر انتوا دازدين ومسلمين فرصة وعا تلعبوا وانتوا اللي كنتوا قسينين من أول الموسم وعا طهر كان هو الجناح الأيمن وعباد الجناحة ليه تعمل كده عارف ده الاجابة ان ليه بقى عحمد عبدالقادر احتياطي ودي اجابة ان ليه طهر محمد طهر بقى احتياطي اي لاعب على الدك موجود مع مارس الكور انت عندك الايجابة انه ليه موجود على الدك او ليه ما بيلعبش عشان كده انا بقولك ان الرجل ده عادل برافا ديك طيب الجولة التالت الهدف التالت الهدف التالت هو ميزة موجودة عند اليو ديانج وموجودة عند الكهرباء بس هي زكاة من كهرباء اكتر ليه؟ هو اليو ديانج عنده حتة الكارينج يعني اللعيب بيعرف يمشي بالكورة المسافات طويلة وبيستخدم فن التجاوز مش المراغة خلان انا بسميه التجاوز انه بيعرف يعدي بس مش مراغة بيعرف فكس الخطوط اه بيعدي بس كهرباء يعني لو تعرف ترجع فيريم الورا كهرباء كان موجودة في العمكن قرار انه يتحرك كويط انه يتحرك لو فيه سرعة عبد دي نجاب ايوا بس لو تدخل بقى فيريم تاني ده اليو ديانج اللي معكور هيكمل كهرباء كان ممكن انه يتحرك ما بين ما بين قلباي الدفاع ولكن قرار انه كهرباء يتحرك بشكل عرضي ده زكاء هاولك ليه زكاء هو كان وارد جدا انه يتحرك ما بينه عادي كان يعملها بس انه هو يرجع كده الورا ويتحرك عشان يشد المدافع ده عشان اليو ديانج وحسين الشاحات يبقى في موقف اتنين على واحد بس اللي لأ ان المدافعين رجعت بشكل لا لا حلوة 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 خد على مهلك ده بحيب بشرح للناس كهرباء راح خد المدافع اللي هناك ده اه تمام وبعد كده هيروح للبعيدة هيجري هيجري بعيد اه فخلى قاليو ديانج وحسين الشاحات الاثنين بقى على واحد ايو بالزبط كده فخلاص هو الراجل لو جاي يخش على ديانج راح ديانج لده لحسين الشاحات فحسين الشاحات في وضع اقرب للانفراد لا وكمان انت في حاجة انت كهرباء دلوقتي بقى في البلايند سايد بقى المدافع يعني المدافع دلوقتي ما عرفش كهرباء من صرف الزهر فده الزكاء من كهرباء الزكاء انه طلع المدافع بره اللعب وحط قاليو ديانج وحسين الشاحات في موقف اثنين على واحد فحطه في موقف شبه فرصة برافا عليك وقالك شبه فرصة وحسين الشاحات لعبها كويس اوي بالمناسبة ولازم ياخد الكريدد بتاعه برافا عليك وكهرباء برضو اتحرك كويس اوي وقطع على البعيدة عشان يسجل هدف انا بشوف هدف مرتدة مثالية صح مثالية صح وكنا اتكلمنا او دكتور محمد جمال اللي اتكلم فيها المرة اللي فات قال ان التراجي طول ما هو عايز يجيب هدف دايما بيستهبل اهداف برافا عليك التراجي فعلا فرقة ما بتعرفش الدافع وبتندفع وبتندفع واندفعت لدرجة ان كان فيه تحول بالتلاتة على اتنين بالشكل ده لأ ومخصريت بعدها ده ده فيه تحولات بقى انا بكلمك على الحاجات اللي تسجلت يعني اللي جات عبدالقادر لما حبوا يعملوا حاجات مش متعملش ما تزعنيش والله عشان يكون مفتكرة والله بتدايق لان الحاجات دي اللي زي دي انت طول ما انت عندك فرصة ان انت تدوس على الجرح دوس لا او مش بس كده هي دي مش مباراة واحدة فانت اكسيتها تدسفل او هتروح بعدها في مباراة عودة حتى لو بنسبة تسعة وتسعين فاصل تسعة من عشرة في الماء انت صاعد نهائي ما تجيب اربعة وخمسة وقت للامور كلها اكتر ما هي مقتولة ايه مش كده انا نفسي كولر يزرع فيهم حتة دي يزرع فيهم حتة ان انت طول ما الخصم جريح دوس لان هي دي اللي بتفرق ما بين انديا و انديا لان انت ده هي رايحك انت ممكن العودة لو مثلا روحت اربعة صفر وانت خلاص ترعب بقى بقى لطفي اللي مش عايزي اللي مثلا عايزي رايح اللي عايز اجازة اللي حاسه انه مرهك انت بتسهل على نفسك الدنيا اللي محتاج فرصة هياخد هياخد انما انت برضو انت خلي بالك 3 صفر في الكرة القدم على فكرة راكم مش كبير مزبوط وراكم برضو حصل وانا حايي مرس الكولر ان اتكلم على الحاجة دي في المؤتمر الصحفي